اشتركوا في القناة من قناة سعودي أوتوم هنتكلم اليوم عن شاحنة البيكاب المخصصة للمهام الثقيلة رام اتش دي او هيفي ديوتي اللي سجلت ظهورها العالمي لأول مرة خلال معرض ديترويت للسيارات 2019 شركة رام بتقول ان شاحنتها الجديدة هتتفوق على جميع شاحنات البيكاب الثانية في القوة وامكانيات السحب والتحميل كمان لانه هتوصل قدرة السحب الى 15955 كيلو جرام وساعة الحمول القصوى 3491 كيلو جرام في حين انه محركها الضخم هيولد قوة 400 حصان وعزم دوران بيوصل الى 1356 نوتن ميتر هذا العزم الكبير هيكون بفضل الجيل الجديد من محركة ديزل كومنز سداس الاستوانات اللي صار وزنه اخف بمقدار 27 كيلو جرام وتم تزويده بمكابس اخف واقوى ونظام عادم جديد بالكامل وشاحن تيربو محسن وبيرتبط مع جير اوتوماتيك من 6 سرعات مصمم عشان يتحمل هذا العزم الهائل شاحنات رام اتش دي مزودة بنظام تعليق مخصص للحمولات الثقيلة الامر اللي هيأثر بشكل سلبي على سلاسة القيادة بعد تفريغ الحمولة لكن الشركة الامريكية خففت هذا التأثير السلبي قدر الامكان من خلال تحسينات عديدة على نظام التعليق وحتتميز الشاحنة الجديدة باكثر من 100 تقنية سلامة حديثة واللي بتشمل شاشة عرض الكاميرا بزاوة 360 درجة ومكابح طوارئ آلية ومثبت سرعة تكيفي ونظام مراقبة ضغط الإطارات وكاميرا خلفية لمراقبة البضايع في الصندوق مع حساسات احتياطية في طرازات 3500 لتغطية العرض الإضافي للعجلات الخلفية المزدوجة وداخل مقصورة رام 2500 و 3500 حيتوفر نظام ترفيه يوكنيكت فور الخاص بفئات كرايسلر وبيتم التحكم فيه من خلال شاشة لمس اختيارية مقاص 12 بوصة اللي حتتميز بإمكانية فتح تطبيقين مختلفين في نفس الوقت وكمان حتتوفر أربع أنظمة صوتية مختلفة الجديد بالذكر أنه رام 2019 HD حيتم بنائها في مصنع فيات كرايسلر في المكسيك وهتتوفر مع ضمان مميز على محركة ديزل لمدة خمسة سنوات أو 160 ألف كيلومتر لكن إلى الآن ما أعلنت الشركة عن أسعار الشاحنات الجديدة إيش هي أفضل شاحنة بيكب من وجهة نظركم أعزائنا المتابعين هل هي رام ولا فورد F-Series ولا شفرولي سيلفرادو شاركونا بأراءكم في خانة التعليقات ولا تنسوا تضغطوا لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد في عالم السيارات وأرجو أن تكونوا قد سمتعتم بحلقة اليوم ولمزيد من المعلومات زوروا موقعنا سعودياوتو.com.sa ولا تنسوا وضع جوالاتكم على الصامت خلال القيادة لأن رسالة النصية والمكالمات الهاتفية من أكبر المسببات للحوادث فضع جوالك على الصامت وقود بأمان واحترم حق الآخرين على الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته